السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم طلبات وطالبات الصف الثالث الايدادي. ان شاء الله هنواصل معكم بازن الله حل المحافظات اللي باقية اللي موجودة ان شاء الله مع عمل جزء مراجعة وبنشرح برضو اسناء المحافظات. عشان الناس اللي بتعترض على حل المحافظات بس. طبعا احنا بنشرح اجزاء كتيرة اسناء حل الامتحانات. يعني ما بنحلش المحافظة بس. محافظة المينيا النهاردة ان شاء الله نبدأ. اجب عن جميع الاسئلة. السؤال الاول اختر الاجابة الصحيحة من بين القوسين. يحل فلز السوديوم محل الفلزات التالية في محلي الاملحة ما عادة. طبعا فلزة انشط من نحاس. انشط من ماغنيسيوم. انشط من الزينك. لكن مش انشط منين البوتاسيوم. بوتاسيوم انشط من ايه? من السوديوم. رقم اتنين. يستخدم غاز نقط. يستخدم جهاز نقط لقياس المقاومة بالدائرة الكهربية. جهاز الاوميتر. يكون عاملة الصفة الوراسية متشابهين. في الفرد النقي ولا الهاجين ولا المتنحي. طبعا النقي والايه? والمتنح. يجب ان لا يزيد مقدار ما يتعرض له الانسان من الاشعاع في اليوم الواحد عن خمسة ريم. نقط غدة مزدوجة الوظيفة. طبعا غدة البنكرياس. لانها غدة قنوية وغدة لا قنوية. غدة قنوية تفرز العصارة البنكرياسية اللي درسناها في ابتدائي. خلاص. المهمة جدا في الهضم. وغدة لا قنوية اللي بتفرز الانسلين والايه? والجلوكاجون. اذكر الكمية الفيزيائية التي تقاس بوحدة. طبعا اي سؤال زي ده بسرعة نعمل. المسلسات ودي برضو حاجات مراجعة هي. يعني ديت في الطيار الكهرباء. جايب لي حاجتين. كولوم وسانية وجولة مع كولوم. يبقى اعمل المسلسين الاصليين عشان اقدر اجيب القيمة الفيزيائية او الكمية الفيزيائية ووحدات ايه? القياس. ما بتاخدش مني نص ثانية. بس اذا ما عملتهاش ممكن اغلط. كده عند فرق الجهد. شغل هنا ايه? كمية كهربية. طيب هنا كمية كهربية. هنا شد الطيار. هنا ايه? زمن. اللي انا عملته هنا بقى سهل جدا. ان انا اجيب ايه? الكمية الفيزيائية. يعني بيقول لي جول على كولوم. فين الجول على الكولوم. جول على كولوم يعني معناها كمية الفيزيائية ايه? جيم. طب ما نوضح الكلام برضو شوية المسلس التاني. ده وحدات القياس عشان تبان. الشغل جولة. جول. فرق الجهد بالفولت. كمية كهربية بالكولوم. طبعا هو عطيني بيقول لي جول على ايه? كولوم. ده كله عشان احل السؤال? اه عشان ما اطلخبطش. مش عشان احل السؤال. اولا لو قال لي وحدة القياس المكافأة جول على كولوم اقول فولت. لكن هو طالب مني الكمية الفيزيائية? يبقى الكمية الفيزيائية هنا ببساطة فرق الجهد. فرق الجهد. نفهم السؤال. طيب كولوم على ثانية. نجيب المسلس التاني اللي قصد بتاع شدة الطيار. شدة الطيار امبير. هنا كمية الكهربية بالكولوم. هنا الزمن بايه? بالثاني. هو جيب لي مين? كولوم على ايه? على ثانية. كولوم على ثانية? يعني بكافئ كواحدة قياس امبير. يعني كمية الفيزيائية شدة ايه? الطيار. شدة الطيار. اسئلة جميلة. شدة الطيار. يبقى طالب مني هنا ايه? كمية الفيزيائية. مش طالب وحدات القياس. وحدات القياس بنعرفها ايه? بالمسلس زي ما عملنا. نبدأ بعد كده رقم جيم. الشكل المقابل. الشكل المقابل. عاطيني. يمثل معدلة لتفكك خامس غاز خامس اكسيد النيتروجين. اول حاجة طالبها مني اكتب المعادلة. اكتب المعادلة. يعني نكتب المعادلة. اول حاجة. خامس اكسيد النيتروجين. ان تو. او فايف. سهمة. وعليه حرارة. تفكك. وناخد منها اتنين. بتديني اربعة. ان او تو. زائد او تو. دي المواد المتفاعلة. دي المواد الناتجة منين? من التفاعل. طيب. استبدل الارقام الموضحة للشكل بالمواد التي تناسبها من المعادلة. طبعا. رقم واحد هي واحد ان تو او فايف. طيب. رقم اتنين او تو. رقم تلاتة ان او تو. طيب ليه ما حطتش او تو رقم تلاتة. لان فيه مول واحد من الاكسوجين او جزائق واحد من الاكسوجين. هنا اربع جزائقات من ثاني اوكسيد النيتروجين. المواد المتفاعلة معروفة ان هي بتبدأ مية في المية. في بداية التفاعل وبتبقى صفر في الاخر. ازا دي ان تو او فايف. يبقى كده السؤال جيم خلصنا. اكتب المصطلح العلمي. اكتب المصطلح العلمي. رقم واحد. حالة الموصل والتي تبين اتجاه. رقم اتنين. الف مصطلح علمي. واحد الجهد الكهرابي. الجهد الكهرابي. رقم اتنين. ظهور صفة وراسية في افراد الجيل الاول. عند تزاوج فردين يحمل كلاهما. صفة وراسية نقية. مضادة للصفة التي يحملها الفرد الاخ. ظهور صفة وراسية. طبعا يا دي الصفة الايه السائدة. الصفة السائدة. مش مهم بقى هي ايه. ان كان لون ولا طول ولا ايه. الوان بزور ولا تجعيد بزور. المهم هي الصفة الايه السائدة. مواد كيميائية ينتجها جسم الكائن الحي. تعمل كعوامل حفازة. طبعا ديت. المواد الكيميائية الهرمونات. ينتجها جسم الكائن الحي. تعمل كعوامل حفازة. تزيد من سرعة التفاعلات الايه البيولوجية. اللي هي الايه الانزيمات. الانزيمات. اجزاء من دي ان ايه موجودة على الكروموسومات. طبعا ديت. وهي مسؤولة عن اظهار الصفات الوراثية. الجينات. الجينات. كارن بين كل مما يأتي. المراكبات الايونية والمركبات التساهمية من حيث صورة التفاعل. هنا سريعة. لانها بين ايونات. هنا بطيئة لانها بين جزيئات. كلام واضح. وملش السبب. صورة التفاعل هنا سريعة. اه. لانها تتم بين ايونات. هنا بطيئة لانها تتم بين جزيئات. الطيار المتردد وطيار الكهرابي المستمر المتردد من حيث اتجاه هنقول متغير الاتجاه هنا سابت الاتجاه سابت الاتجاه صفة العيون السوداء وصفة العيون الضيقة من حيث نوع الصفة الصفات دايما ناخد بالنا صفة العيون السوداء والعيون الضيقة طبعا العيون الضيقة عندنا معروف انها صفة متنحية اما صفة العيون السوداء طبعا بنعتبرها من الصفات المتنحية ايضا لان العيون البنية هي السائدة على العيون الملونة اي عيون اخرى يبقى العيون البنية السائدة اما العيون الضيقة فمتنحية يبقى السوداء سائدة هنا العيون الضيقة صفة متنحية خلاص صفة العيون السوداء طبعا هي مش مذكورة علانية بيقول لي دايما حتى في المنهج العيون البنية هي السائدة اما العيون الملونة بجميع الوانها بتبعا اي متنحية هرمون التستستورون وهرمون الاستروجين من حيث من حيث الغدة المفرزة له هرمون التستستورون الخصية الخصية وهو مسؤول مسؤول عن اظهار وهو مسؤول عن اظهار الصفات المذكرة للشخص البالغ الشخص البالغ الاستروجين المبيض المبيض وهو مسؤول عن مظاهر البلوغ في الانسة مظاهر البلوغ في الانسة طيب من حيث الاهمية قلنا مظاهر البلوغ في الانسة اللي هو الاستروجين الافراز من المبيض طبعا هرمون التستستيرون الخصية ده الغدة المفرزة له مسؤول عن مظاهر البلوغ السانوية فين في الزكر المسألة اللي عندنا من الشكل المقابل من الشكل المقابل طالب مني كراءة الفلتاميتر كراءة الفلتاميتر بالراحة خلص كده في اتنين توازي يعني بواحد ونص خلاص ووحدة توالي بواحد ونص يبقى واحد ونص ووحدة توالي هنا كمان يعني وحدة توالي هنا ووحدة توالي هنا واتنين توازي اتنين توازي بواحد ونص يبقى الوقت هنا اتنين توازي بواحد ونص واحد ونص زائد اتنين توالي يعني واحد ونص كمان زائد واحد ونص كمان لان التوالي بنجمعه يبقى واحد ونص واحد ونص تلاتة وواحد ونص بقى كام اربعة ونص ايه فولت اذا وصلت جميع الاعمدة على التوالي فان كراءة الفولتاميتر طبعا عددهم في القوة الدفعة الكهربائية يعني هقول لو وصلت باربعة في واحد ونص بقى 6 فولت 6 فولت لو توصلهم على التوالي علل يتكون راصب لونه احمر عند اضافة الماغنسيوم الى محلول كبريتات النحاس طبعا اجابة لتكون النحاس وهو لونه احمر تعلم الماشي عند الاطفال لا يعتبر صفة راصية لانها صفة مكتسبة لانها مكتسبة وليست راصية يعاني الاشخاص الذين اعتمدون على الارض كغذاء رئيسي من نقص فيتامين الف او فيتامين الف لعدم احتواءها او احتواءه على الكاروتين وهي مواد مولدة لفايتامين الف وهي مواد مولدة لفايتامين ايه الف بالوقت هنا لعدم احتواءه على الكاروتين وهي مواد مولدة لفايتامين ايه الف يطلق على بعض العناصر اسم العناصر المشعة لأنها تصدر إشعاعات نتيجة زيادة عدد النيوترونات في النواة لكي يحدث استقرار يبدأ إشعاعات بتطلع عشان يحدث استقرار لهذه العناصر ضرورة احتواء طعام الإنسان على عنصر اليود لعدم نقص هرمون السيروكسين وحتى لا يحدث وحتى لا يحدث جويتر بسيط والتهاب الغدة نفسها وفيه ورم أو تورم فين في العنق السؤال اللي بعده الشكل المقابل الشكل المقابل أجب عما يأتي أكسيد النحاس حدث له عملية اختزال ويعتبر عامل مؤكسد الكربون حدث له عملية أكسدة لأنه فيه عنده زيادة في الأكسجين كان كربون أصبح سينه أكسيد الكربون يبقى فيه زيادة فين؟ في الأكسجين زيادة أكسجين إذن عملية أكسدة هنا نقصة في الأكسجين يبقى عملية ايه؟ اختزال خلاص ويعتبر عامل مختزل لأنه ينتزع الأكسجين احسب كمية الكهرباء المرة كمية الكهربية المرة في موصل مقاومته 220 222 أوم يبقى أنا عندي ميم بتساوي 222 أوم لمدة دقيقة تاين يعني الزمن 120 ثانية عند توصيله بمصدر كهرابي جهده يعني فرق الجهد بيساوي كام 220 أفولت برضو نصيحة هو مطلوب ايه؟ لازم معاك أكتب كمية الكهربية علامة استفهام نصيحة أي مسألة جيلي قبل ما أفكر في حاجة أشوف إيه الحاجات اللي موجودة وإيه اللي مطلوبة وبسرعة مش هتاخد مني ثانية خلاص بالزبط يعني هنا فرق جهد وكمية كهربية آه تفضل وفي مقومة آه طبعا نجيب ميم كده ميم بيساوي جيم على ته عشان نشوف هنحل المسألة ازاي؟ كده بسرعة مش هناخد وقت هنا شدة الطيار كمية الكهربية الزمن ليه؟ أنا بقول كده لأن كمية الكهربية المطلوبة الزمن هو الموجود طبعا عطني ميم واجيم يبقى أنا ممكن أجيب ته يبقى الاتنين دولة نستخدمهم؟ آه يبقى بسرعة ما أخدوش مني ثانية واعرف أفكر يبقى أول طريقة أفكر فيها عشان أجيب كمية الكهربية أجيب شدة الطيار تبقى جيب شدة الطيار ازاي؟ ته بالساوي جيم على ميم طب جيم كام؟ 220 على 222 زيرو مع زيرو يبقى الاتنين وعشرين فقى الواحدة على الاتنين وعشرين فقى العشرة يعني واحد من ايه عشر طبعا اللي عاوز يحل بالعربي يحل لأنه وكتب قاله بالعربي مفيش مشكلة هي ته بتساوي جيم على ميم 220 عشان ما يحصلش تعليقات يعني ملاش لازمة خلاص ان احنا ساعت بنبص على المظاهر فقط نفهم المضمون على الاتنين وعشرين فقى الواحد على الاتنين فقى العشرة يعني واحد من عشر ايه؟ أمبير ومنساش دي لأن دي أهم بقى من التعليقات على ايه؟ دي معمولة انجلش ودي عربي لا مفيش مشكلة يبقى دي شدة طيار جيبتها طبعا مش طالب شدة طيار طالب مني كمية الكهربية كمية الكهربية كمية الكهربية بيساوي شدة الطيار في الزمن طبعا شدة الطيار انطلعتها واحد من عشرة الزمن بيقول لي دي اتين يعني 120 اتفقنا ان الصفر ده هيطير العلامة او هيضيعها يعني بيساوي ايه؟ 12 كولوم مسائل من مسائل المهمة بصراحة وما تكرر كتير في الامتحانات طيب صوب الخطأ صوب الخطأ يعني ماقولش صح وغلط بس بقول لي صوب الخطأ في العمود الجاف تتحول الطاقة طبعا الكيميائية طاقة الكيميائية الى طاقة كهربية يسمى القانون الثاني اللي مندل بقانون العزان لعوامل لا بالتوزيع الحرة التوزيع الحر طيب تنحل موظم الكربونات الفلزات بالحراء الى اكسيد الفلز وغاز ثاني اكسيد الكربون ثاني اكسيد الكربون عند اضافة محلول نطرات الفضة او الفضة الى محلول كرود السوديوم يتكون راسب ايه؟ ابيض ما المقصود بالتفاعل الكيميائي؟ ما هو التفاعل الكيميائي؟ التفاعل الكيميائي كسر روابط جزئات المواد المتفعلة رقم واحد كسر روابط كسر روابط المواد المتفعلة وتكوين روابط جديدة للنواتج لا تعرف مين؟ التفاعل الكيميائي نمرة اثنين قوة الترابط النووي قوة الترابط النووي ديت تعرفها قوة توجد داخل نواد العنصر وهي تؤدي الى تماسك مكونات النواة والقضاء على قوة التنافر بين البروتونات وبعضها ان شاء الله ناخدها بالتفصيل في ولسانة وفي الكيميائة وانتوا طيبين ان شاء الله بعد كده مشروع الجينيوم البشري مشروع الجينيوم البشري نلخصها لان فيها كلام كتير نلخصها بطريقة سهلة مشروع الجينيوم البشري لو جهة قال الجينيوم البشري بس طبعا هي الخريطة الوراسية التي توضح الجينات في الكروموسومات الجينات الكاملة فين في الكروموسومات ولكن لما يقول لمشروع الجينيوم البشري بنقول يستخدم ده مشروع العلماء يستخدمه فعلا يستخدم في نمرة واحد والحكتين منهم حتى التعرف على الجينات المختصة بالامراض مثل السكر السرطان الأمراض العقلية نمرة اثنين نمرة اثنين فهم بيولوجية الإنسان فهم بيولوجية الإنسان اتفقنا مشروع الجينيوم البشري غير ما المقصود بالجينيوم البشري الجينيوم البشري الخريطة الوراثية التي توضح الجينات المتكاملة على الكروموسومات في جسم الكائن الحي فهم بيولوجية الإنسان والتعرف والتعرف على الاختلافات الفردي هتنسى لنا همت ان شاء الله اساس برضو ايه ما نحاولش صعب الامور على بعضنا رقم جيم مسألة غراسية والناس اللي قال أنا من الغراسة لو تابعنا حل الامتحانات وهبقى اشرح لكم قانون مندل الاول والتاني بالتفصيل ان شاء الله على الصبورة بإذن الله لما تتاح بس الظروف بإذن الله احاول اشرح لكم بالتفصيل عشان ما نقلقش وسرعة التفاعل الكيميائي في بعض حاجات برضو مطلوبة ويعني معظمها اتقال في حل الامتحانات عشان بس نقرب وجهات النظر جيم نفكر فيها ازاي استخدم الرموز في التعبير عن ناتج تزاوج نبات بسلة طويل الساق نقي تي كابتل تي كابتل ودايما انتم اللحظين يعني مخلي دايما المذكر خلاص ودايما السائد دايما على يمين خلاص مع نبات بازلاء قصير تسمول تسمول موضحا الاباء والامشاج والجيل الاول سؤال جميل دي الاباء هي موضحا الاباء يعني ايه يعني انا هقول له بالنسبة للاباء طويل طويل نقي طويل نقي مع قصير نقي الاباء دي عبارة عن ايه المذكر المتوك ناخد بالنة والكلام ده بقوله مرارا وتقرارا المتوك ليه المتوك كأب مذكر هينتج مين حبة اللقاح ما هي الامشاجة هي تي كابتل تي كابتل اسئلة جميلة ده المذكر اهو قدامي تي كابتل تي كابتل اللي هبنقول حبة ايه اللقاح ما هي دي الامشاج ما هو ده اللي عاوز يقول لي موضحهم موضحهم رموز وكلام كمان تي سمول تي سمول عبارة عن المبيض وما يتبعه من ما يسمو ايه وقلم لانني همين المبيض المبيض ليه زي ما قلت موتوك ما قلتش ايه طلع اطلع يدو التسكير ولكن مركز على مين الموتوك فيه لان اطلع عبارة عن ايه طلع يدو التسكير اه ولكن عبارة عن ايه موتوك وخيت اللي انا مركز عليه هنا مين؟ الموتوك ليه؟ لانه اللي ينتج حبة اللقائة طبعا ايه؟ دي كلها على بعضها كربالة بما فيها المبيض اللي انا عاوزه يبقى الاب هنا في النبات بنركز على المبيض ليه؟ لانه هو اللي ينتج بقدرة ربنا اللي تسمول تسمول اللي بنقول عليها البويضة يبقى البويضة هنا هي؟ هتطلع هنا في هذا الشكل يبقى الجامتات عبارة عن ايه؟ بويضات نفهم يا جماعة الوراثة جميلة والاحياء جميلة خلاص نبدأ هنا الجيل بقى للناتج لانه بقول الجيل الاول بس والجدول برضو الناس اللي متعودة على الخطوط حاول نفهمه عشان السنة الجاية وعشان القانون التاني بتاع مندل فيه جداول وسهل يعني مش برضو ببرر حاجة ولكن سهل برضو مفيش صعوبة يبقى تي كابتل تي سمول تي كابتل تي سمول تي كابتل تي سمول ملاحظين ايه ان الجيل الاول دي طبعا بيرانسوان جاميتسوان الاباء الاباء الجاميتات الايه جيل الاول الجيل الاول طبعا الجيل الاول طلع لي مية في المية طويل هاجين ده اللي بنسميه الطرز المظهري الطرز المظهري طيب في الطرز الجيني الطرز الجيني اللي احنا بنقول عليه مين اللي هو الرمز اللي طلع لي ده كان اخر حاجة عندنا في محافظة المينيا ان شاء الله هنوصل معاكم في الحلقات القادمة بقيت المحافظات ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا مصطفى راجب خبير العلوم وانا عمل لكم روابط المحافظات كلها موجودة اسفل الفيديو وحاولوا تشوفوا الفيديوهات الشرح موجودة وبالترتيب ان شاء الله في بعض حاجات بس ما كانش الشهر الشرحت فان شاء الله بنشرحها اثناء المراجعة واثناء الايه حل المحافظات دي كان اخر حاجة ان شاء الله والى اللقاء في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته